بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة الحلقة رقم 54 باب ما يكون منه عذاب القبر واختلاف أحوال الوساط فيه بحسب اختلاف معاصيهم أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر من البول والبخاري ومسلم عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله فدعب عسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس وفي رواية كان لا يستنزه عن البول أو من البول رواهما مسلم وفي كتاب أبي داود وكان لا يستنثر من بوله وفي حديث هناد بن السري لا يستبرئ من البول من الاستبراء وقال البخاري وما يعذبان في كبير وإنه لكبير وأخرج أبو داود الصي عن أبي بكر قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا إذ أتى على قبرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبي هذين القبرين لا يعذبان الآن في قبورهما فأيكم يأتيني من هذا النخل بعسيب فاستبقت أنا وصاحبي فاستبقته وكسرت من النخل عسيبا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فشقه نصفين من أعلاه فوضع على إحداهما نصفا وعلى الآخر نصفا وقال إنه يهون عليهما ما دام من بلولتهما شيء إنهما يعذبان في الغيبة والبول قال المؤلف هذا الحديث والذي قبله يدل على التخفيف إنما هو بمجرد نصف العسيب ما دام رطئبا لا زيادة معه وقد اخرجه مسلم من حديث جابر الطويل فيه فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي قلت نعم يا رسول الله قال فانطلق إلى الشجرة أيني فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانضلق لي فأتيت الشجرة أيني فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت قد فعلت ذلك يا رسول الله فعند ذاك قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبيني ففي هذا الحديث زيادة على رقوبة الغصن وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم والذي يظهر لي أنهما قضيتان مختلفتان لا قضية واحدة كما قال من تكلم على ذلك ويدل عليهما صياق الحديث فإن حديث ابن عباس وأبي بكر عسيبا واحدا شقه النبي صلى الله عليه وسلم بيده نصفين وغرصهما بيده وحديث جابر بخلافهما ولم يذكر فيه ما يعذبه بسببه وقد خرج أبو داود الصيح حديث ابن عباس فقال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبرين فقال إنهما لا يعذبان في غير كبير أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس وأما الآخر فكان صواح بن ميمة ثم دعا بجريدة فشقها نصفين فوضع نصفا على هذا القبر ونصفا على هذا القبر وقال عسى أن يخفف عنهما ما دامت رطبتين ثم قيل يجوز أن يكون كافرين وقوله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يريد بالإضافة إلى الكفر والشرك وأما إن كان مؤمنين فقد أخبرك أنهما يعذبان بشيء كان منهما ليس بكفر لكنهما لم يتوب منه وإن كان كافرين فهما يعذبان في هذين ذنبين ريادة على عذابهما بكفرهما وتجذيبهما وجميع خطاياهما وإن يكون كافرين أظهر والله أعلم إنهما لو كان مؤمنين لعلماء لقرب العهد بتداف المسلمين يومئذ وقال ابن برجان في كتاب الإرشاد الهادي إلى التوفيق والسعدات قلت والأظهر أنهما كان مؤمنين وهو ظاهر الأحاديث والله أعلم الطحوي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله عز وجل أن يعذب في قبره مئة جلدة فلم يزل يسأل الله تعالى ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه أفاق فقال لماذا جلدتموني قال إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره البخاري عن صبر بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجيه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد رؤيا قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل أرأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتأم شدقه وهذا فيعود فيطنع مثله قلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مؤجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيجدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق ليأخذه فما يرجع إلى هذا حتى يلتأم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل النور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقت تحته نار فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء نعراه قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ صبيان إذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرقت أحسن منها فيها شيوخ وشباب ونساء صبيان ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قلت طوفت ماني الليلة فأغبراني عما رأيت قال نعم الذي رأيت يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة وأما الذين رأيتهم في الثقب فهم الزنات والذي رأيته في النهر آكل الربا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله فأولاد الناس والذي يوقض النار مالك خازن النار والدار الأول دار عم المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذلك منزلك فقلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر ولم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك فصل قال علماؤنا رحمة الله عليهم لا أبيا في أحوال المعذبين في قبورهم من حديث البخري وإن كان مناما فمنامات الأنبياء عليهم السلام وحي بدليل قول إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك الصفات مية واثنين فأجابه ابنه يا أبا تفعل ما تؤمر أما حديث التحوي فنص أيضا وفيه رد على الخوارج ومن يكفر بالذنوب قال التحوي وفيه ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت دعوته ولو كان كافرا ما سمعت دعوته لأن الله عز وجل يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال غافر خمسين وأما حديث البخاري ومسلم فيدل على أن الاستوراء من البول والتنزه عنه واجب لا يعذب الإنسان إلا على ترك الواجب وكذلك إزالة جميع النجاسات قياسا على البول وهذا قول أكثر العلماء وبه قال ابن وهب ورواه عن مالك وهو الصحيح في الباب ومن صلى ولم يستنثر فقد صلى بغير طهور تنبيه على غلط ذكر بعض أصحابنا فيما نقل إلينا عنه أن القبر الذي غرس عليه النبي صلى الله عليه وسلم العسيب هو قبر سعد بن معاذ وهذا باطل إنما صح أن القبر ضغطه كما ذكرنا ثم فرج عنه وكان سبب ذلك ما رواه يونس ابن بكير عن محمد ابن إسحق قال حدثني أمي بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال كان يقصر في بعض الطهور من البول وذكر هنادي بن السري حدثنا بن فضيل عن أبي سفيان عن الحسن قال أصاب سعد بن معاذ جراحة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة دويه فقال إنه مات من الليلة فأتاه جبريل فأخبره لقد مات الليلة فيكم رجل لقد اهتز العرش لحب لقاء الله إياه وهو سعد بن معاذ قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره فجعل يكبر ويهلل ويسبح فلما خارج قيل له يا رسول الله ما رأيناك صنعتها كذا قد قال إنه ضم في القبر ضم حتى صار مثل الشعرة فدعوت الله تعالى أن يرفع عنه وذلك أنه كان لا يستبرئ من البول وقال السالمي أبو محمد عبد الغالب في كتابه وأما الأخبار في عذاب القبر فبالغه مبلغ الاستفادة منها قوله صلى الله عليه وسلم في سعد بن بعاذ لقد ضغطته الأرض ضغطة اختلفت لها ضلوعه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراضي عنهم فلم نقم من أمره شيئا إلا أنه كان لا يستنزه في أسفاره من البول قلت فقوله صلى الله عليه وسلم ثم فرج عنه دليل على أنه جوزي على ذلك التقصير منه لا أنه يعذب بعد ذلك في قبره هذا لا يقوله أحد إلا شاك مرتاب في فضله وفضيلته ونصحه ونصيحته رضي الله عنه فترى من اهتز له عرش الرحمن وتلقت روحه الملائكة الكرام فرحين بقدومها عليهم ومستوشرين بوصلها إليهم يعذب في قبره بعدما فرج عنه هيهات هيهات لا يظن ذلك إلا جاهل بحقه غبي بفضيلته وفضله رضي الله عنه أرضاه وكيف يظن ذلك وفضائله شهيرة ومناقبه كثيرة خرجها البخاري ومسلم وغيرهما وهو الذي أصاب حكم الرحمن في بني قريزة من فوق سبع سماوات أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وغيرهما رضي الله عنه وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا تنسوا الاعجاب بالنسبة والاشتراك في القناة